موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين نرجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشن توزي اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن قليتش بسيط جدا 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 وقليتش فلوس في طور الأونلاين للعبات رديد رديمشن تو طبعا هو ما نقدر نسميه قليتش لكن رح نسميه حركة بسيطة رح تيجيب لنا فلوس او حركة رح تدبل لنا الاغراب حقنا فحركة جدا بسيطة يسووها واستغلوها بقدر الامكان فيلا نخش في المقطع أولا رح تتوجه لهذا المكان أو هذا البيت زي ما تشوفون في الجيم بلايه الآن رح تتوجه لهذا المكان تقريبا بالقرب من مدينة الهوى الفالنتاين في ولاية الهوى الويست إليزابيث فرح تتوجه لهذا المكان وهذا البيت بعدها رح نكمل سويا طبعا لما توصل للبيت رح يكون فيه له مجموعة من الأغراض القيمة ومجموعة من المجوهرات طبعا المجوهرات رح تكون في هذا الدولاب رح يكون نوعين من المجوهرات ممكن تكون معاك ساعة ممكن تكون معاك سلسلة أهم شي إنها مجوهرة وراح تقدر تبيعها بمبلغ معين طبعا لما تأخذ المجوهرات تخذ لك لفة على البيت طرح رح تحصل مجموعة من الأشياء المفيدة على سبيل المثال أدوية عصيرات مونشاين ممكن تحصل الرصاص سيغريت تستعبي لك الدداء يعني مجموعة من الأشياء القيمة اللي رح ترفع مستواك في اللعبة فلوت المكان مصبوط بعدها نكمل سويا طبعا بعد ما تلوت البيت الآن كل اللي عليك إنك تسوي ستارت بعد الستارت رح تروع عنده أونلاين بعد الأونلاين رح تروع عنده هو الفري روم ورح تدور لك على السيرفر الجديد فهرجة تلقلتش بكل بساطة إنه ذا حين حنا لوتنا هذه المنطقة وأخذنا المجوهرات فرح ندور على سيرفر ثاني وراح يرسبنا بالقرب من هذا البيت فرح نرجع مرة أخرى نقدر نجمع يعني لما تغير سيرفر رح ترسب من مجوهرات جديدة وأغراض جديدة عرفت فتت تقدر تلوت من أول وجديد وتاخذ المجوهرات من أول وجديد تقدر توصل 17 ساعة ولا 17 سلسلة تقدر تبيعها يعني فتا كيف؟ هرجة تلقلتش جدا جدا بسيطة إنه رح تلوت المكان غير السيرفر رح يرسب منك بالقرب من هذا المكان أرجع لوته وهلما جرى وراح تعيد الحركة رح تعيد الحركة إلين ما تجمع المبلغ المعين اللي أنت تبغى طبعا يعني زي ما قلت لكم استغلوا بقدر الإمكان واشتروا الأشياء اللي تبغوها لأنه هذا تقريبا شبه قلتش نقدر نقول رهيب جدا وجدا جدا سهل غير سيرفر خذ غير سيرفر لوت غير سيرفر لوت تقريبا هذا هو موضوع القليتش أو الحركة بشكل كامل يعني جدا جدا بسيطة واستغلوها بقدر الإمكان يا أصحابي طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هيد الآن يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر